تمام اصدقائي. هلا احنا غطينا اه كونسبت الجلوبال واللوكل. راح نشوفه بمثال عاملي لما نحكي عن السكريبت. لكن حاليا ايش نقصد بالزبط في اله الوكل ترانسفوم والجلوبال ترانسفوم. اذا بنيجي هون على الكيوب. راح تلاحظ انه في عندي اه اله ترانسفوم خاص فيه. الى اذا بتيجي على الكيوب نفسه. اذا بديجي على الكيوب نفسه. اذا بديجي على الكيوب البيرنت. اوكي. اوكي. وبيديجي اعمال له. فخليني بس اسكر الافتح الينيتي. هون ايجي. اوكي نختار المشروع كمان مرة. اوكي. هلا ايش اللي بنا نعمل اصدقائي بدي فيه اول ما تفتح المشروع بعطيك هو دايريكشن اللايت. اه كمان بعطينا مين كاميرا. اذا ممكن نشيل الكاميرا حتى. يعني بتشيل الكاميرا. ومنهم كدر نضيف كاميرا جديدة. هو بتروح كاميرا نيو كاميرا. زي ما شايفين هاي فينا كاميرا. اه هلا اه زي ما عملنا احنا اضفنا كيوب. اه ثري دي جيم اوبجيك سمينا كيوب. اضفنا كمان كيوب تاني. اه كريات نيو كيوب. اوكي داخل الكيوب الاول. اه بعدها خدنا نسيف السين هون سيف سين. نسيفه اه في سينز فولدر. نعملها سينز. اوكي نسمي اه اوكي بارت اوكي. هاي اللي بارت وان. طبعا اه زي ما شايفين في عنا كيوب هون اذا بتروح السين. هاي كيوب. تفتح كيوب في عنا كمان داخل الكيوب في كيوب. فزيح الكيوب شوية على جنب. حرك الكاميرا هيكا. حركة بغض الشكل. نروح على ممكن نزغر الكيوب. اشي اصغر. اوكي على موف تول بتحرك الكيوب. هلا اذا بتروح على البيرنت كيوب. اوكي بدي احاول انا اه لزك الكيوب في بعض. فخدنا نروح على الكيوب التاني نلزكوا شوي في البيرنت. نكون اشي زي هيك. هلا لما نحكي عن لوكال ترانسفورم اذا بتروح على الروتيشن هون. في عنا الروتيشن لانتو شايفينها. اذا اذا بعمل الروتيشن للبيرنت ايش بيصير؟ التشايد الخاصف الفي البيرنت برضه بعمل الروتيشن. اوكي. لاحظ. الروتيشن لانه في الروتيشن للبيرنت. فهاي الشغلة مهمة جدا صار الكوب بالنسبة للكوب البيارنج صار جزء منه فى الرتائشن اللي بعمله انا ما بعده على على الالتشالد بعمله على البيارنج فصار في عندي اشي جديد هونا اسمه لوكل وقلوبال رتائشن نفس الشي بالنسبة للبوزيشن البوزيشن ممكن يكون بالنسبة للكوب بتوزيشن 0.76 من من الكوب البيارنج اوكي بالمقابل للكوب البيارنج وهو بوزيشن خاص فيه zero zero minus 10 فهي الشغلة مهمة جدا انك تدركها الفرق بين الـ position الـ local ومهم جدا ان احنا نعرف نتعامل فيه تمام فهاي النقطة اللي كنت حابق الفتن تباكم لها اللي هو الـ global و الـ local طبعا احنا حكينا rotation طبعا منا داوران اخترنا rotation هنا داوران في الـ unity احنا نتعامل مع زوايا الزوايا هيا بنسميها اولر انكل اللي هي xyz طبعا في اشي بنسميه احنا في الـ unity قواترينيان هو عبارة عن rotation لكن نوخذ xyz و و. رح نشوف كيف نتعامل معه بالزبط في الدرس القادم لكن حبت الفت انتباهكم لموضوع نفس الشي بالنسبة لجلوبال واللوكال ونفس الشي بالنسبة لجلوبال واللوكال سكيل يعني إذا بتيجي انت هنا على الكيوب بنعمله سكيل بتلاحظ أنه اثنين بيعملوا بمغطوا مع بعض فليش لأنه برضو في عندي إشي بسموه جلوبال وفي عندي بإشي بسموه لوكال جلوبال واللوكال سكيل زي ما احنا شايفين فطبعا هاي الشغلات كلها ممكن احنا نفحصها في الكود زي ما راح نعمل في الدرس القادم اللي هو راح نعمل على في داخل راح نكتب سكريبت عشان نفحص وارجيكم إياها فإن شاء الله بشوكم في الدرس القادم شكرا